السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو عاملين اي رب تكونوا بخير معكم ياسمين عشور اشترك في قناتي واتفعل الجرس ليصلك كل جديد فيديو النهاردة هنتكلم على طريق انشاء وتعديل قوام التشغيل على قناتك بالهاتف تابع مع الفيديو للنهاية زي ما قلنا في البداية هنتكلم على طريق انشاء وتعديل قوام التشغيل اللي هي البيليليست على قناتك بالهاتف طبعا احسن حاجة ان انت بترتب القناة يعني اترتب القناة يعني انا مثلا بتكلم على شروحات وبتكلم في كم حاجة يعني انا بتكلم مثلا في الفيسبوك وبتكلم في لايكي بتكلم في يوتيوب بتكلم على تيك توك بتكلم على اي حاجة كين مصدر فلازم اعمل قوائم تشغيل في قناتي على اليوتيوب طيب تعالوا نشوف كده نفتح اليوتيوب واشوف قوائم التشغيل اللي عندي هنروح على الصورة بتاعت القناة دي هضغط عليها وهضغط على كلمة قناتك وهنروح على قوائم التشغيل طيب برضو قوائم التشغيل دي هقول لك فايدتها ايه فايدتها عشان تحصل على 4000 ساعة انا ممكن دلوقتي احط فيديوهات القناة كلها في قائمة تشغيل واحدة يعني انا دلوقتي همعلمك ازاي تعمل انشاء لقائمة تشغيل لو انت لسه مبتدئ وعايز تجمع 4000 ساعة هتحط قائمة التشغيل يعني هتحط في قائمة التشغيل اللي انا هقول لك تعملها دي هتحط فيها جميع فيديوهات القناة هتقول لحد كده من قريبك او حد او عندك كمبيوتر او كده عشان تخلص ال 4000 ساعة اول ما هتدخل وهتفتح مثلا هفتح دلوقتي الفيسبوك ده كده وفي فيديوهات كتير تمام انت دلوقتي لو انت عاوز تشغل اول فيديو كده هيجيلك بالترتيب فيديو فيديو زي ما انت ما عملته تمام اهو لو انت هو هتشغله اول ما هتشغل الفيديو الاولاني اللي انا عمله ده هجيلك كل الفيديوهات ورا بعض يعني انت لو عندك كده كمبيوتر وعايز تخلص ل 4000 ساعة هتمسك قائمة التشغيل دي اللي انت هتعملها وهتضغط على النقطة الحمراء دي اللي هي الدايرة دي كده هتبقى بالترتيب واحدة واحدة ورا بعض كده هيشتغل من غير ما انت ما تلمس الفيديوهات تمام انا دلوقتي اعلمك ازاي تعمل قائمة تشغيل زي ما حرقكم شايفين انا عامل قائمة تشغيل كتيرة عندي في القناة طيب هنروح على القناة بتاعتي اللي هي كلمة الفيديوهات تمام وهتلاقي فيه ثلاث نقط هنا كده جنب الفيديو اول حاجة هنعمل انشاء قائمة تشغيل واضافة الفيديو فيها تمام دي اول حاجة هنعمله هضغط على التلات نقط دول كده وحفظ في الفيديو في قائمة التشغيل وهضغط علي هنا هيجي لك حفظ الفيديو من حاجة اللي انا عملتها اصلا اهو وانا مش عايزة كده انا هعمل قائمة تشغيل جديدة وهضغط عليها أول ما هعمل قائمة تشغيل جديدة هكتب مثلا الربح من اليوتيوب هسميها كده من اليوتيوب تمام وخلاص كده الربح من اليوتيوب عندك هنا الخصوصية وجاوب ولو ضغطت على الخصوصية هتلاقيها طبعا خاصة اول حاجة ظهرت لك علنية اول حاجة ظهرتلي علنية علنية دي يمكن للجميع البحث عن قائمة التشغيل وعرضها يعني اي حد العلنية دي شوفها عندك هنا غير مدرجة يعني غير مدرجة البس اللي انت عمله يعني انا ممكن اعمل قائمة تشغيل فيديوهاتي كلها عشان اشغالها عندي ابعت لنفس اللينك او ابعت لحد قريب اللينك او كده لو انا مش عايز حد يشوفها غير اللي اللي بعتاله الرابط بتاعها بس وهقولك برضو تبعت الرابط ازاي لقائمة تشغيل لو انت عايز تشاهد قائمة تشغيل عندك هنا خاصة خاصة دي ده يستطيع احد سواك عرض قائمة التشغيل يعني محدش هيشوفها غيرك وانا عايزة مثلا علنية انا عايزها تبقى علنية اي حد يبحث عن الربح من اليوتيوب تطلع له قائمة التشغيل بتاعتي فاضغط على انشاء تمام تم انشاء قائمة التشغيل تمام كده وهنروح لقائمة تشغيل هنحدث كده وهننزل والربح من اليوتيوب هنروح على الفيديوهات وهننزل كده وهنختار التلات نقط لو انا عايزة اضيف فيديو في الربح من اليوتيوب اللي هي قائمة تشغيل الربح من اليوتيوب فهنضغط على التلات نقط اللي جنب الفيديو دول كده وعندك حفز الفيديو في قائمة التشغيل وهنضغط عليها وعندك هنا الربح من اليوتيوب وهنروح على قائمة التشغيل تاني وهنشوف الربح من اليوتيوب هنضغط عليها ازالة من الربح من اليوتيوب هنضغط على ازالة كده الفيديو ازال معي انا قلتك دلوقتي انشاء قائمة التشغيل واضافة الفيديوهات فيها تمام وحس في فيديو من قائمة تشغيل فهنا عايز اغاير اسم قائمة تشغيل دي يعني عايز اغاير اسم ايه في قائمة فتا سي ، عايز اغاير اسم متـحتها فهنا عايز اكتبوصف هكتبوصف هنا اهو كتابة وصفه هتبدأ تكتب وصف مثلا ربح من يتيوب وكده هتبدأ تكتب الوصف بتاعه. تمام? هنا دعوة الى اشخاص الى اضافة فيديوهات ممكن انت تدعو لاشخاص لاضافة فيديوهات في قائم التشغيل. تمام? ممكن برضو تضيف فيديوهات بتاعة اشخاص تانية في قائم التشغيل بتاعتك هتعمل زي ما انا ما عملت. هتروح لاي فيديو هتعمل Umwelt اضافة اضافة في قائمة التشغيل هيضاف في قائمة التشغيل. طيب زي ما احنا ما قلنا برضو لو انت عايز تجمع الاربع تلاف ساعة هتبدأ تجمعه. لو انا عايزة احزف قائمة التشغيل كلها هتبدأ تضغط على حسف. حسف هل تريد حسف وقائمة التشغيل حسف? طبعا ده مش هيدر قناتك في حاجة لو انت عملت قائمة تشغيل وبدأت حزفتها تاني مش هيدرك في حاجة. بس لو انت لسه مبتدئ هتبدأ تجمع في كل فيديوهات القناة في مكان واحد عشان يبدأ الناس تشاهدها لك عشان تجمع الاربع او تعملها عامة. برضو ممكن تغيرها لو ضغطنا على التلات نقاط دول. هنعمل تعديل. وعندك هنا الخصوصية هتضغط على الخصوصية. هتعملها غير مدرجة لو انت عايزها غير مدرجة او عايزها خاصة فبراحتك لو انت ضفتها ورجعت عايز تعملها خاصة تانية او غير مدرجة فبتبدأ تعملها تاني. طيب لو انا عايزة ابعتها الحد على الواتساب او على ايا يعني او انا عايزة ابعتها لحد على اه او حاجة فبرضو هتضغط على قيمة التشغيل هتجيبها وهتجيب قيمة التشغيل اللي انت عايزة حد يشاهدها لك وهتضغط على التلت نقط كده وهتضغط على كلمة مشاركة وهيجي لك بقى الفيسبوك وهيجي لك المسنجر هيجي لك اه الواتساب زي ما تحب هتبدأ تبعتها نبعتها كده على الواتساب هضغط على الواتساب وهبعتها الشخص على الواتساب هحدد وهبعتها على الواتساب اهو وهبدأ اضغط وتتبعت عادي جدا قائمة التشغيل وهيبدأ هو بقى الشخص اللي انا بعتها له ويشاهدها فطبعا هي مهمة جدا مسلا انت برضو لو بتتكلمي على فلوك جاز او بتتكلمي على طبخ او وصفات بايدك برضو تشوفي كده قائمة التشغيل وتكتبي مسلا وصفات فلوك جاز آآ طبخ كده لو بتتكلمي على طبخ تمام فبتبدأي ترتبي القناة بتاعتك بتتكلم عن ايه لازي انا مسلا بتكلم على آآ آآ مسلا الفايبر وبتكلم عن نيستا وبتكلم على التيك توك بتكلم على وبتكلم على طبعا طبقات رمضانية وبتكلم على كين ماصدر وبتكلم على الفيسبوك بتكلم على الربح من اليوتيوب فانا بجمع الحاجات دي كلها في حاجة واحدة في فيديوهات عشان اللي عاوز حاجة من القناة بتاعتي ما يعودش يدور يعني ايه فايدة القائمة التشغيل ده عشان لو دو حد لو حد دخل لفديو يعني لو حد دخل عندك عصفاحة وعايز يعرف انت يعني على الفيسبوك مسلا. لو عايز يشوف الفيديو هات بتاعت هيجي لي مسلا هنا وهيشوف الفيديو هات بتاعت الفيسبوك عندك هنا اا لو نزيل لناك تمام هايخش على طول هي يتفرج علي الفيديو هات اللي بيتتكلم على الفيسبوك هو جاي لحاجة معينة. عايز يشوف حاجة لكين ماسطر هيلاقي بردو فيديو هات explanations عندك 21 فيديو لكين ماسطر. عايز تشوف لايكي برضو هيلاقي عندي لايك فانا دي بترتب لك القناة وبتخليك انت عارف انت بتعمل ايه تمام هي مهمة جدا لقناتك بس برضو للمبتدئين برضو انت زي ما اقولنا لو عايز تجمع الحصول على زيادة المشاهدة او لتحقيق الشرط اللي هو التاني اللي هي 4000 ساعة بيبقى سهل جدا بتفتح اكتر من حساب وهبدأ برضو ان انا اعمل لك ان شاء الله فيديو كده اقول لك ازاي تجمع الالف ومشترك والاربع تلاف ساعة وتخلص الشرط بسرعة وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة وتكلمنا على طريق انشاء وتعديل قوام التشغيل على قناة تكبيل هاتف ياريت بقى ما تنساش اللايك والمشاركة والاشتراك في القناة انا معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته